بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور خليفة محمود عبد الله وأستاذ أمرض البطنة وحدة السكر ودهونيات الدم كلية الطب بجامعة اسكندرية فافترضنا بقى هنخط مثال عشان للناس أنا أخذ 40 واحدة الصوف و 20 واحدة بالليل مكستاد هاجي في رمضان هاخد 40 واحدة قبل المغرب بنص ساعة وافتر ومزودش في حلويات في المغرب وقال 11 أكل واجبة خفيفة قد يكون حاجة حلوة صغيرة أو نص رغيف أو أو إلى آخر أجي في الصحور العشرين هنشير ربعهم يبقى هاخد 15 وابتدي رمضان طيب دي سموها بداية الجرعة من قال بقى ان الجرعة دي هي اللي هتمشي معايته الرمضان فعشان كده لازم اللي ياخد إنسولين في رمضان لازم يبقى عنده جهاز يتابع سكره يما ما ينفعش يصوم وانا باخد إنسولين ومعنديش جهاز ما ينفعش فهعمل ايه بقى؟ أزبط الجرعة بتاعتي إزاي؟ هحلل قبل من العصر للمغرب ده فترة الصيام المستهدف هعيده تاني من 90 ل130 لو سكارك فوق ال130 هتزود وحدتين فانا بعد ما خلتهم 15 زي ما اتفقنا هخليهم 17 وعيد التحليل تاني لو فوق ال130 هزود وحدتين هيبقى 19 وهكذا إلى أن أصل من 90 ل130 طب لو انا حللت ليه تفوق ال300 وانا صايم؟ كل الناس بتنصح افطر اليوم ده افطر اليوم ده وعوضوا في يوم تاني وانا بعد ما خلتهم جفاف وزود أربع وحدات ايه لو تديد بخمستاشر هخليهم 19 ثاني المستهدف من 90 ل130 فوق ال130 زود وحدتين وكمل صيامك طبعا زود وحدتين تاني يوم فوق ال300 افطر وزود تاني يوم أربع وحدات في حقنة بالليل تاخدها في الصحور تزبط الصايم ونحلل بعد الفطار بساعتين او قبل الصحور حقنة المغرب ده شغالة لغاية قبل الصحور سكركó من 90олов إلى 130 texted ثابت الجرعة فوق ثابت المغرب متصفت الكرون وتذبطها حسب قبل الصحور شغالتها معك لغاية قبل تتصحر وتعليلها امن معك لغاية قبل المغرب فأتحلل قبل الصحور وقبل الفطار اضود الجرعة أو نقصها حسب الرقم والذي اضودها قبل المغرب أbral حسب التحليل السكر حسب التحليل السكر قبل الصحور انا قاسها. انتفقنا وان شاء الله الامور تمشي. سكرك نزل تحت السبعين وانت صايب يجب ان تفطر ما تجيش على نفسك وتعوض اليوم ونقلل الجرعة. ساعتها تقللها برضو اربع وحدات. يعني لو نزل تحت السبعين. يبقى الجرعة اللي خدتها في الصحور تقللها اربع وحدات. يبقى كده قلنا اللي بياخده اقراص يعمل ايه حسب نوع الاقراص. واللي بياخد انسولين يتصرف ازاي في نوع انسولين. ده بقدر الامكان محاولة انساعدكو. لكن الحكم في الاخر هي ايه. هي البروفر اللي انت بتعمله. دايما خلي معك الجهاز. لو حسيت اعراض السكر عالي او حللته تلتمية في اي وقت لو سمحت شريط بسيط من الصيدلية تشوف الاسيتون بتاعك. لو السكر عالي قوي. خصوصا النوع الاول او النوع المعتمد على الانسولين. والنوع الثاني نادرا ما يجيله واسيتون اللي بياخده اقراص نادرا. لكن النوع الاول لازم يبقى عنده هذه الشرايط لو حس ان السكر عالي. اتمنى اكون غطيت ازاي نتصرف في رمضان. الناس اللي عندهم حاجات خاصة بقى يعني نظم غير لان اقولتها مكالكعة شوية او عنده مشاكل صحية اخرى كتيرة او عنده ارقام في الكلا ومش متأكد منها او عنده حالة قلبك مستقرة لو سمحت كلم دكتورك لان هو اللي عنده الفايل بتاعك وحينصحك تعمل ايه تصوم او لا ولو حتصوم القواعد العامة انا قلتها لكم وان شاء الله ربنا يتقبل منكم ويتقبل مننا جميعا وتعدي الغمة دي على خير على علينا وعلى كل بلاد العالم وشكرا لاستماعكم